أعزائي الطلباء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل مع سلسلة دروس الوحدة الثانية دراسة التحولات النووية ونأتي اليوم إلى الشق النظري من درس دراسة ظاهرة التناقص الإشعائي في الشق التجريبي من هذا الدرس قمنا بمحاكاة لظاهرة التناقص الإشعائي وتحصلنا في الأخير على منحنة بياني يمثل تغيرات عدد الأنوية بدلة الزمن وهو المنحنة الذي جاء على شكل دال لأسية قلنا أن ظاهرة التناقص الإشعائي تتميز بلحظتين مهمتين جدا هاتين اللحظتين تحملان مدلولا فيزيائيا اللحظة الزمنية الأولى تدعى بثابت الزمن طو ثابت الزمن طو من أجل إيجاد المدلول الفيزيائي لثابت الزمن طو نقوم بتعويض هذه اللحظة أي اللحظة طو في قانون التناقص الإشعائي لنتذكر أن طو تساوي واحد على لمضة ومقلوب ثابت التفكك الإشعائي إذن بتعويض طو في قانون التناقص الإشعائي وتساوي N0 على إكسبونانسية لأن إكسبونانسية نقص واحد وواحد على إكسبونانسية وتساوي واحد على إكسبونانسية وهو صفة 37 في N0 وتساوي 37% من N0 إذن المدلول الفيزيائي لللحظة الزمنية نقول أنه عند اللحظة طو تتبقى 37% من العينة N0 أي العينة الابتدائية وتتفكك 63% من N0 فيكون من المجموعة الكلية هو 100% إذن المدلول الفيزيائي لللحظة الزمنية أنه عند هذه اللحظة تتبقى 37% من العينة الابتدائية N0 وتتفكك 63% من العينة الابتدائية الزمن الثاني هو زمن نصف العمر تينيسف يعرف في بعض المراجع بدور الإشعاع من أجل معرفة المدلول الفيزيائي لزمن نصف العمر تينيسف نقوم بتعويض هذه اللحظة في قانون التناقص الإشعاعي يصبح القانون N لتينيسف تساوي N0 في إكسبونسيال نقص لامضة في تينيسف كما تعلمون أن لامضة تساوي لن 2 على تينيسف بتعويضها في العبارة تصبح N لتينيسف تساوي N0 في إكسبونسيال نقص لامضة 2 على تينيسف في تينيسف تختزل تينيسف مع تينيسف تصبح العلاقة N لتينيسف تساوي N0 في إكسبونسيال نقص لامضة 2 وتساوي N0 على إكسبونسيال نقص لامضة 2 وكما تعلمون أن إكسبونسيال نقص لامضة 2 يساوي 2 بالتعويض في العلاقة تصبح N لتينيسف تساوي N0 على 2 أو 1 على 2 N0 يعني 0.5 N0 يعني نصف العين الابتدائية إذن هي 65 أو هي 50% من N0 إذن أن أي عدد الأنوية المشعة أو المتبقية عند اللحظة تينيسف تساوي 50% من N0 معناه أنه عند هذه اللحظة تتبقى 50% من العين الابتدائية إذن عند اللحظة تينيسف أو اللحظة تينيسف أو الزمن تينيسف هو الزمن اللازم لتفكك نصف العين الابتدائية ملاحظة في بعض التمارين التي تتناول موضوع التناقص الإشاعي تكون العين المدروسة معرفة إما بكتلتها أو كمية مادتها أو حجمها إذا كانت العين المشعة عبارة عن غاز ومن أجل هذا ننطلق من القانون الذي درسناه في السنة الأولى ثانوي هذا القانون ماذا يقول يقول أن كمية المادة N يساوي عدد الأنوية N كبيرة على عدد أفوغادر ومنه أن عدد الأنوية تساوي كمية المادة في عدد أفوغادر إذن هنا قمنا بكتابة عبارة عدد الأنوية بدلالة كمية المادة وعدد أفوغادر حيث كما قلنا أن N هي كمية المادة بوحدة المون N كبيرة هي عدد الأنوية وN A هو عدد أفوغادر إذن إذا كانت العين المشعة معرفة بكمية مادتها N يصبح قانون التنقص إشعيك التالي N لت تساوي N في إكسبونسيال نقص لمدة في نبدأ في التعويض N لت أي عدد الأنوية المشعة المتبقية نعوذه بعبارته التي هي بدلالة كمية المادة حيث التي تساوي التي في عدد أفوغادر كما رأينا في العلاقة السابقة ونعوذ ونعوذ كذلك عدد الأنوية الابتدائية N بدلالة كمية المادة الابتدائية يعني N كبيرة تساوي N في عدد أفوغادر إذن بالتعويض في قانون التنقص الإشعي تصبح العلاقة N صغيرة لت في عدد أفوغادر تساوي N في عدد أفوغادر في نقص لمدة فتي باختزال عدد أفوغادر من الطرفين نجد أن كمية مادة العين المشعة المتبقية التي تساوي N 0 أي كمية المادة الابتدائية العين في إكسبونيسيال نقص لمدة فتي أما إذا كانت العين معرفة بكتلتها يصبح قانون التنقص الإشعي كالتالي N تساوي N 0 في إكسبونيسيال نقص لمدة فتي نعوذ بعبارتها تصبح N في عدد أفوغادر تساوي N 0 في عدد أفوغادر في إكسبونيسيال نقص لمدة فتي كما نعلم أن كمية المادة تساوي الكتلة على كتلة المولية إذن N ل ت صغيرة تساوي الكتلة على كتلة المولية و N 0 أي كمية المادة الابتدائية تساوي الكتلة الابتدائية على الكتلة المولية بالتعويض في القانون السابق أو في العلاقة الأخيرة تصبح M T على M في عدد أفوغادر تساوي M 0 على M في عدد أفوغادر في إكسبونيسيال نقص لمدة فتي تختزل كل من الكتلة المولية وعد أفوغادر من الطرفين تصبح علاقة كتلة العين الابتدائية M0 في إكسبونيسيال نقص لمدة فتي مثال تطبيقي نقوم برسم بيان عدد الأنوية المتباقية لعين من الفوسفور 32 الذي يصدر الإشعاع بطنقص أولا أو جد بيانيا ألف عدد الأنوية الابتدائية M0 أي عدد الأنوية عند اللحظة الزمنية T0 ثابت الزمن طو ثم استنتاج N لطو أي عدد الأنوية المتبقية عند اللحظة الزمنية T0 ثانيا استنتج ثابت النشاط الإشعاعي لامضة وزمن نصف العمر T0 ثالثا ما هو عدد الأنوية المتفككة عند اللحظة الزمنية T0 يوم الجواب نبدأ مع السؤال الأول عدد الأنوية الابتدائية N0 نلاحظ من البيان أنه عند اللحظة الزمنية التي تساوي 0 وهي اللحظة التي لم يبدأ فيها بعد التفكك الإشعاعي يكون عدد الأنوية المشعة الابتدائية هو N0 يساوي 310 قوة 7 نوات وهي اللحظة التي لم يبدأ فيها بعد التفكك الإشعاعي ب بالنسبة لثابت الزمن طو قلنا يمكن استخراجه بيانيا وذلك برسم مماس للمنحنة عند اللحظة الزمنية T تساوي 0 ولحظة التقاطع هذا المماس مع محور الأزمنة هي اللحظة طو لاحظ معي هنا أن المماس مرسوم ويتقاطع مع محور الأزمنة عند اللحظة الزمنية T تساوي 20 يوم إذن طو تساوي 20 يوما استنتاج N لطو إذن بتعويض اللحظة طو في قانون تنقص إشاعي نجد أن N لطو تساوي N 0 في exponential نقص لمدة في طو بتعويض لمدة بعبارتها وهي 1 على طو نجد أن N لطو تساوي 0.37 0 يقرأ أو تقرأ هذه العبارة أنه عدد الأنوية المتبقية عند لحظة الزمنية طو هو 37% من العين الابتدائية أو من الأنوية الابتدائية سؤال ثاني استنتاج ثابت النشاط الإشاعي لمدة وثابت الزمن أو زمن نصف العمر تنصف لمدة تساوي مقلوب طو وتساوي 21 وتساوي 0.05 يوم أس نقص 1 تنص تساوي 2 على لمدة وتساوي 13.8 يوم سؤال الثالث إيجاد عدد الأنوية المتفككة عند اللحظة الزمنية تساوي أو تساوي 20 يوما من هذا البيان نجد أنه عند هذه اللحظة أي اللحظة الزمنية 20 يوم يكون عدد الأنوية المتبقية أي التي لم تتفكك بعد هو مائة في عشر قوة سبعة نوات لote هذا المنحن يمثل عدد الأنوية المتبقية أي التي لم تتفكك بعد هنا طلب من عدد الأنوية المتفككة عند اللحظة 20 يوم يكون عدد الأنوية المتبقية التي لم تتفكك بعد هو مائة في عشر قوة سبعة نوات ومن ه يمكن استنتاج عدد الأنوية التي تفككت وهذا بطرح عدد الأنوية المتبقية عند هذه اللحظة من الإبتدائية فتصبح العلاقة عدد الأنوية المتفككة ND تساوي N0 أي عدد الأنوية الإبتدائية ناقص NDT عند اللحظة الزمنية 20 يوم إلا أن تصبح 300 في عشق و 7 ناقص 100 في عشق و 7 وتساوي 200 في عشق و 7 نوات إلا أن عدد الأنوية المتبقية أو عفوا المتفككة عند اللحظة الزمنية تساوي 20 يوما هي 200 في عشق و 7 نوات